احبائي اصدقاء تليفزيون اقرأ اهلا وسهلا فيكن مع الشيف شادي دايما ببرنامج مطبخك اللي اللي بقى تبرم من اجمل واروع البرامج الطبخ والمعلومات عن المطبخ وكمان عن الصحة ما تشوف حالك كتير يعني يا شيف شادي المهم عم نحاول عن جد نعمل كل قدرتنا حتى نوصلكم معلومات شيقة بعالم المطبخ وبعالم كمان الغزاء وعم تشوفوا كمان وعم تتبعون اكتار منكن على صفحات الفيسبوك وخاصة هلا بهالمسابقات الموجودة اسئلة واجوبة وجوائز شيقة من سامسونج عم يكونوا كمان مهديين لكتار من المشاهدين شايفين هالفوطة الخضرة اللي بايدي هلا هي عنوان كمان او هي راح تشترك معنا بالطبخ اليوم كيف يعني اليوم بدنا نعمل برجر للجيج يعني انا اليوم راح جيب صدر الجيج فقيه راح نحط كمان بهارات البرجر من عند اسناد وراح نحط خضار شيقة جميلة كتير حلوة بطريقة كتير حلوة وراح نعمل البرجر مع كمان دبس الرمان وكيف بدنا نعمل البرجر راح نستعمل هالفوطة يعني هالفوطة بتكون مغسلة بتكون نظيفة واذا ما بتكون تستعمله الفوطة بتكون جيبه ورق اسمه اللحام يلي اللحام بيحط بقلبه اللحمة او اسمه ورق الخشخاش نحنا منسميه كمان فينا نعمله او نستعمله تنعمل منه البرجر لكان انت نضيفة وخليك نضيفة حبينا الموضوع يلا كمان تلحط على ايدينا هالكفوف او هالكوانتي او هالكلابس ونبلش نعمل هالبرجر للجيج كلنا بنعرف انه من اقدم الشرك للجيج او التشيكن بالمملكة العربية السعودية هني فقية ستين سنة من اجود انواع للجيج جربوا مش بس تسمعونا انه نحنا عم نعمل دعايل للجيج لا عمقول انا شتروه اي نوع من الجيج تاني وشتروه كمان هالجيج فقيه اي نوع ان كان من صدور للجيج ان كان الجوانح ان كان كمان الفخاد اللي كان للجيج الكامل اللي كان كمان اكباد للجيج وخبروني اكتبوا لنا على صفحات الفيسبوك وردوا علينا وقولولي شو رأيكون اوكي يلا يا شفشادي هلا تنحضر بسرعة كمان فائقة موضوع البرجر قطعنا شلنا بها الطريقة هايك حطينا هالبرجر او هالشو اسمه صدور للجيج دغري هايك متل ما هني بقلب هالمكن او هالميكسر اوكي ومنبلش منحط لهم من بصل البودرة او توم البودرة من عند اسنات عندي من الملح راح انا هلأ كمنون كمنون يعني حطلهم كمون من اسنات راح كمان كزبرون يعني حطلهم كزبرة من عند كمان اسنات ها صرت هلأ كمان هالخلطة كتير حلوة راح حط نقطة نقطة طلعوا النقطة يعني نقطة من لبس الرمان بقلبهم ويلا يا شفشادي على الخلط واحد اتنين ثلاثة وما خلصنا لان راح تشوفوا هلأ راح اجمع بعد شوي مع صدورة جيج الفقيه المخلوطين بهالطعمات المتجانسة من اسنات بطاطا مسلوقة ليش البطاطا المسلوقة هلا بلكون ليش يلا جو فرمنا ناعم ناعم راح تشوفوا كمان كيف راح يطلعوا عنا ناعمة مضبوط وهغ ودو وتلوة خلصنا استرعنا كمان هالالطيج بهالطريقه منتجي نحن منفضيون هالالطيج يلي فرمنا وكمان اذا فرررتك في cam join in فيكم كمان بفرامة الكفتة شو تعملوا تجوا تمرقوا صدور للجيج وفينا كمان نستعمل للبرجر التجيج مسحب من فقية مش بس فينا نستعمل اوكي اصدورة للجيج ونفس الطريقة اللي عم بعملها فينا نعمل منا نفس الطريقة لش تنشتريون فينا نعملون يلا يا شفشادي هلأ بيخد انا من البطاطة المسلوقة كل حوالة كمان كيلو من الجيج بدنا حوالة الميت جرام من البطاطة مع بعضهم كلنا بنعرف انه البطاطة بتحتوي على نشويات كلنا كمان بنعرف انه البطاطة بس ناكلها دايما منلاقيها انه بس منلاقيها انه منلاعوسها يعني بس نكدشها منلاقيها بتمغت نحنا وعن ناكلها هيدا هو اللي راح يصير بالبرجر بعدين ما راح يطلع عندي ناشف لانه بطاطة موجودة بقلبها يعني حتى لو اكلتها بيردي راح تبين عندي كأنها اسفنجية سبونجي راح انا اكل البرجر بهالطريقة جربوها وولادنا راح يحبوها اكتر لانه ولادنا ونحنا من اكتر انواع الخضار يلي بنحبها هي البطاطة مظبوط اوكي انا هوا هلأ عم بعجرهم كاللون سوايا شاف شادي بهالطريقة وهلأ صار عندي البرجرات شاهزين بعقدوا والخلطة حلوة فيني اعمل البرجر طبعولي اذا بدكن فيني فرزهم اوكي حطهم بالفريزر فيني كمان حطهم بالبراد واستعملون ساعة يلي بدي نقطة زيت زيتونة عليهم هيك بالاخر واو يا شاف شادي وبلشنا كمان بهالطريقة الحلوة طيب اسمحوا لي حتى لو بيضلني اشتغل بالجاج راح اشرح انا هلأ من ايدي راح شيل الجلافز الاول يعني هاو دي الاول راح كمان نلبس غيرون راح نعقم ايدينا راح نرجع كمان على كمان على الطاولة اللي عندي نضبض بشوي ونبلش نعمل البرجرات طب قولنا شغلي كتير هايين برجر جمع برجر برجرات ممكن اوكي يلا كمان نعقم ايدينا دايما بكازا نوفا متل ما شايفين كمان هون اكيد فينا نضغط عليها هيك وفيني كمان امسكها بايدي هيك كونا كمان لونة كمان كتير حلو بطريقة حلوة ويلا يا شايف شادي هون يا سلام على النظافة ويا سلام على الصحة والنظافة من الايمان يلا يا شايف شادي هون سكر هايدي هيك هايدي كمان من كبة هون شلنا المكنة وحطيناها كلها سوا خي سرعنا المكان مرتاح بعقد بجنن قلنا انه بدنا نعمل شو يا شايف شادي بدنا نشارك الفوطة الخضرة ممكن تكون حامرة سوا دالبتكن ايه بيعمل البرجر يلا يا فوطة كالنا سوا من روح على الميات من تلية مي تلية مي مصبوط الفوطة صار كلها مي طلع ها هايدي الفوطة صار كلها معي والمي صارت فوطة والفوطة صارت مي وهلا بدت شاركنا بالطبخة الحلوة رح نشف كمان انا ايدي رح نلبس من جديد يلا يا شايف شادي عالقليلي بدنا نعملنا يا شايف شادي حبي قدام المشاهدين من البرجر وبعدين من انتقل لان لنعمل كعكب تمر يعني اليوم عنا كعكب تمر واليوم عنا البرجر كمان جيش فقيه مع بهارات اسناد وعنا سلطة بتطوش بتعقد بالبطاطة الحمرة يا سلام مع كمان اول اطفة يلا يا شايف شادي عنا الشقفة هون طلعوا بهي كلها ماي بناخد كمية لتجاج او اللي بدنا اياها بعتقد مية وخمسين جرام بيعقدوا بيجننوا لمين لشخص واحد هاو دي حوالى المية وخمسين جرام هول تحطهم بقلب الشقفة بسكر الشقفة طلعوا وين صاروا صارت هون بيجي بشد عليها ببرمة وبكبس عليها طلعوا شايفين شو عم بعمل يلا كبس كيلنا سوا برمنيها شلنا حطينا الشقفة ويلا منرجع بالشقفة نفسها منكبس عليهم شوي وهلأ راح تشوفوا انه البرجر صار عندي جاهز بدنا هيك نصورها وين ها هذا البرجر عندي جاهز راح نعمل واحد تانية نعمل واحد تانية يا شاف شادي بسرعة راح ناخد حوالى المية وخمسين جرام قلنا مش ميتاني جرام يا شاف يلا منحطها بقلب كمان هلق الفوتا لكل ماي نجي بنبرم واحد اثنان ثلاثة منكبسة كبسناها بهالطريقة منشان تاخد الفورم وتجمع على بعضها طريقة بيتوتية بامتياز وهلأ هون بيجي بقبس عليها شوي ورح نجي انشيلها ليكم شو حلوي ليكم شكل شو حلوي راح ابرمى خليكم هيك راح ابرمى وهيدا هو شكلها للبرجر بتعقد بتجني يا سلام فيني حتكم بالفريزر واستعملكم وقت الولادة بدون ياكلوا برجر ويعزموا اصحابهم ورفقاتهم على اعياد الميلاد ممكن يكون لحمة ممكن يكون حاتين بقلبة للبرجر انواع من الخضار انواع من الاعشاب يا سلام اكيد انا هلأ راح كفي اعملهم كلهم سوا بس اول شي راح نجي واحد راح نجرب واحدة طلعوا من دون ذات اثنان راح ناخد الفلفل الاحمر الاصفر الثلاثة راح اخد الفلفل كمان الاخدر اربع لاخد الفلفل الاحمر خمسة راح اخد كمان البصل الابيض يا سلام على الوين يا سلام على جميل الاطباق بحارات اسنات سبع بحارات الملح عليون طلعوا شو حلوين هيك ومتل ما هني على مين على مايكرويف سامسونج الزكي هالسمارت اوفن هالاوفن الزكي هالفرن الزكي واذا راحنا بدنا نطلبه اوكي بدنا نشتريه منقله بدنا السمارت اوفن يعني هو اصلا مكتوب عليه اوفن شخصني انا ساحية بيسموه مايكرويف لانه شكله صغير بس ومفعوله اوفن واكتر من اوفن طلعوا شو عم بيصير وهون مكتوب الي الي صحي بامتياز متل العادة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اثنين انا بحب العشرة ما بعرف ليش بحب الرقم عشرة بحب الاربعمية وبحب ثلاثة عشر دقيقة بهالمايكرويف الرائع شو راح يصير هلا راح روح انا بعد شوية لف شوية صغيري من كعكب تمر بس راح خلي شقفي صغيري بس ترجعولي راح نشوفها سوا نكفي البرجر الي عنا ورح كمان نعمل سلطة البطاطا الحمرة اللي بتعقد مع الزيتون ومع كمان حمص اول قطفة بريك اشتركوا في القناة احبيها لفسها فيكم من جديد لاخر فقرة اليوم من مطبخك مع الشاف شادي اخر تلتعاش اربعة عشر دقيقة حتى ننهي وصفتنا الحلوين اللي بلشنا فيهم كمان من قبل حتى كمان نشوف اليوم شو عشف شادي عم يعملنا شو عم يخلط لنا اي نوع من البرجر بتجيش عم يعملنا كيف عم يستعمل الفرن السامسونج وان عم يحط كمان من خضار اول قطفة شو عم يستعمل بحليب الربيع القول كار شو عم يستعمل فيها هيدي الاسئلة كله لك بي كولا كيف بدنا نشربها هيدي الاسئلة كله عم تدور اكيد بكل كمان او براس كل انسان منكن اوكي بانتظار مطبخك انه يبلش طيب قبل ما نبلش نكتب الوصفات حضروا حالكم مظبوط رح روح على فرن سامسونج الاوفن سمارت اوفن او المايكرويف خلينا نسميه تنشيل البرجر والخضرة المشوية من قلبه ونرجع كمان نكتب مع بعضنا الوصفات يلا يا شف شادي هون بالطريقة الحلوة هيك اه انا ليش سكتت لكم المعادير لكم انني على الهوة وانا افتكرت المعادير رح يطلعوا بعد شوي طيب انا رح انتظر هون حتى ما نقول جبنا البرجر من شي محل تاني رح انتظر هون وهو ده كمان البرجر لكم وينو قدامكن هون فيكم انتكتبوا كل المقادير تابعولوا وفيكم انتشوفوا كمان كيف صنعناه بعد شوي اما انتبهوا 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 على مقادير كعكب تمر العجيني البايكينج باودر الاطحين كله سوا يلا بلجنا الحشوة التمر الحلوي مع السمسم هلا بعد شوي رح فرجيكم اياه يلا بلشنا لايكم شو جاي انا اعمل هلا فينا نشوف هالبرجر الحلو اللي انا حطيته بفرن كمان سامسونج او مايكرو ويف سامسونج مع البصل الفلفل الاخضر والفلفل الاصفر يا شاف شادي يا الجميل وينكن هون هون ها 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 طلعوا جميل اوكي حضينا فيها ويطريقة حلوية بتعقد بتجاني رح انا اطفي تحت كمان البرجر هون تلعوا شو حلوين كمان الجيج الخضرة اللي عملتها بس هون عملناها مع زيت هون بلا زيت هون مع زيت هون بلا زيت والبرجر الحلوين الخبزات المحمصين بيعقدوا بس رح اعمل فيكن شغلي بعد شوية يمكن ما تعجبكن رح نشوف يلا سوا هلأ على كاكب تمر اوكي الكاكب تمر العجيني كتبناها نعجنا العجيني من بعد ما العجيني نعجنا من انتركها هيدي العجيني حوالي شي ربع ساعة عشرين دقيقة من بعد الربع ساعة وعشرين دقيقة هيدي العجيني جاهزة شو بيصير عنا بيصير عنا عجيني متجانسة بيكون عنا تمر من فق التمر بدنا تمر بلا عجوي بطريقة متجانسة حلوة شو بنعمل هون بناخد العجيني طلعوا كيف هادي العجيني هادي هي العجيني بعمل انا بخطة على طولة تكون نضيفة بامتياز بيجيب مدة طلعوا رح انا اعملها بسرعة طلعوا كيف هادي العجيني من مدة حتى يصير علوة حوالي اثنان مليمتر يعني ما لازم تكون اسميك العجيني طلعوا شو حلوي هاك هادي هي العجيني اللي في بقلبها كمان ها السميس ماتر حلوين وخلوني هلا اعمل شغلي اجي احلى ما نضيع كتير وقت رح اجي قصة بهالطريقة قصيناها هيك قصيناها هيك بشيل هول بحطهم كمان بنجاعة مستعملون رح اخد التمر ليكوا التمرات بايدنا ليكوا التمر من دون عجوي بيجي بعمل بالتمر متل هيكي متل دوليب طويل او متل هيك سيجار طويل تلعوا كيف بيعقد وبنجي بحطهم بقلب هالعجيني اوكي من بعد ما حطهم بقلب العجيني اللي رح اعملوا انا بلف العجيني عالتمرات بشد شوية لايكوا العجيني شو حلوة لايكوا العجيني شو حلوة شدينيها من بعد ما نشدها بنجي بنقص لطرافة وبنجع بنستعمل اكيد العجين ويلا يا شاف شادي نشوف التمرات بقلب العجيني واحد وين حلوين مبينين ما هيك هلأ كمان بتشوفوا الصينية اتنين طلعوا شو حلوة كمان هون تلاتة هيدا كمان عنا العجين محشي بقلبه تمر او الكعكب تمر وسمسم طلعوا كمان شو حلوة هالطريقة اللي عم نستعملها هيك وهلأ كمان رح اخبزهم بفرن كمان او الاوفن سامسونج كما انه انا عم بيجي طلعوا شو حلوين شايفينون مين شايفون رح حطن هيك هيك حتى نغوص بقلبهم شوية صغيرة تطلعوا كمان الشمال تبعولون هالطمرات رح حطن انا هلأ بفرن كمان سامسونج او مايكرويف سامسونج ونروح كمان على الفرن التاني لانه حطيت كمان اللي عملتوا قبل بالفرن التاني حتى نشوف اذا كانوا استويوا يلا يا شف شادي على فرن سامسونج بقلبه كمان نفس الموضوع دايما نشغلوا كمان على الشوية الحلوة اللي دايما كمان متعودين عليها الحرارة المطلوبة ويلا هلا بنرجع عليها بعد شوية اما هون يا سلام يا سلام على الجمال الكعكات صاروا جاهزين نوعا ما نتبهوا نتبهوا وهيك كمان يعني بعتقد بتكون حوالي خمس دقاي برجع علي عندكن يلا بنحطكن هون هيك بنجي بنوط الفرن شوي صغيري عليهم هيك يا شف شادي وصرنا جاهزين اشتغلنا بالسمنة بايدنا اشتغلنا بالتمر لازم نعقم ايدنا ودايما بس نعقم ايدنا عنا جي كازانوفا منعقم ايدنا مزبوط مش انه منحط هيك ودغري منحط مي لا منعقم ايدنا مزبوط منغسر ايدنا تطلعوا هيد الحركات اللي عم نعملها هول بيعلمون عليها كنا بالمدرسة حتى نقدر نعقم ايدنا مزبوط والصابون ياخد مفعوله مزبوط مزبوط حتى يصيروا ايدنا خاليين من الجرسين تماما يا شف شادي حبيت الموضوع مبسوطين يلا هلا مننشب ايدنا مزبوط ومننتقل تنعمل البرجر بس قبل البرجر دغري هلا عندي انا سلاد بالبطاطا شو الحمرة المسلوقة حلوة لكويني هون جاهزة ورح نعملها عالطريقة التليانية بلسميك فينغر بخل البلسميك بلشنا بطاطا يا شف شادي هون مسلوقة حمرة بندورة مقطعة مثل التبولي زيتون مقطعة مثل الزيتون البصل مفروم مثل البصل عادي كمان بقدونس او شبت او نعنع اللي بدكن ياه طلعوا الجميل وهون كمان عندي الحمص من اول قطفة بها الطريقة الحلوة زيت الزيتون يا شايف شادي طلعوا وكمان عنا خل البلسميك بنتقل على الطاولة التانية نحط شوية صغيرة من ابهارات كمان اسناد رح حط اول شي رح حط من الملح اتنين رح حط من القرفة ثلاثة رح حط كمان من الكمون ورح نحط من الكزبرة رح نكزبرهم شوية صغيرة من ابهارات اسناد وتطلعوا طلعوا الجميل واو هالبطاطا الحمرة متل كأنها شميم طلعوا على جميلة وحلوتها حبيت هلا كمان شو بنعمل بدنا نقدمها بعد شوية صغيرة بها الوقت اوكي رح اجي شعل تحت البرجر بانتظار انه بعد شوية صغيرة بدنا ننتقل على الكاميرا التانية تنشوف الاكل كيف بدنا نحطه على الطاولة اوكي بس بعد شوية انتعينا من العجين رح ننتقل كمان لهون مشان كمان نجهز كل شي بدنا نعمله على الطاولة بس قبل خلوني يولع كمان هون وخلينا نولع يا شاف شادي كمان على النص يا سلام على الجميل هيك خليكم 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 انتا نشتغل كلها وانا قلتلك رح اعمل معي شغلي ما رح تعجبك ابدا اوكي لكن كل شي عنا يا سخن مش ناقصنا غير نركب البرجر على بعضهم مضبوط الكلام بعدين عنا هلا بالفرن ورا عنا كعكب تمر يعني بفرن سامسونج او مايكرويب سامسونج اما بالفرن التاني عندي كمان كعكب تمر رح نشوف كمان الاثنين وانشاء الله نلحق لانه هون بعد ناقصنا تسعة دقائق او سبعة دقائق يلا كلنا جاهزين والشغل اللي ما رح تعجبك هي والشغل اللي ما رح يأجبها لخبزة البرجر لانا معودي على الكيتشاب معودي خبزة البرجر على المايوناز معودي خبزة البرجر نحط له ما بعرف اويستر سوس سويت ان ساور سوس اليوم خبزة البرجر رح نحط له دبس الرمان طلعوا هدبس الرمان بها الطريقة عم نعملها كمان على الطريقة الشرقية الحلوة طلعوا الجميل تبعو له طلعوا كمان هدبس الرمان مع البرجر الجيش الفقية واو حبيت الموضوع يا شايف شادي فينا نطفي كمان تحت الخضرة طلعوا شو حلوين وتحت كمان هون هالبريغريت الصارو بريغريت هو جمع برجر كله جاهز صحا بعقد بجنم رح حط في القواعد طلعوا هيدا هون قاعدة اتنين عمالكم شوية غلبتنا القواعد هون قاعدة اتنين الثلاثة اربعة هلأ رح نجي نبلش نحط من الخضرة على هالقواعد طلعوا كمان الجميل فيها بهالطريقة رح نشتغل هون بيكون اجمل طلعوا كيف الخضرة هالمقلية مع ملعقة زيت على هالقواعد الحلوين طلعوا كيف من البصل فلفل حلوة حمرة فلفل حلوة سفرة وفلفل حلوة خضرة مع البصلات الحلوين بيعقدوا رح انتقل كمان هاخد البرجردن حطهم كمان للجيج طلعوا الالوين الحلوة واو واو يا شادي خليكن هون واو يا شادي حلوين هون بالطريقة الحلوة هلأ اللي بدي اعملوا رح اخد من البندورة بيجي بقطع هيك شقف واحدة كمان هون واثنين وثلاثة ورح اجي حطهم هون وهلأ فوقهم كمان الخضار التانين يا سلام يا شايف والخبزة من فوق عم نجي واحدة وهون اتنين وهون الثلاثة بس اللي اعملوا دي اعملوا هلأ عندي انا هون البرجر كمان اللي عملناه المشوي مع الخضرة كمان المشوية بكمان اوفن سامسونج كالا سوا مع البصلات الحلوين اللي عليون مع دبس الرمين كمان بعد اكتر واكتر شوي صغير عليهم يا شايف بها الطريقة والخبزة وصاروا عنا البرجرات جاهزين كالا سوا طلعوا يا سلام يا سلام على البرجر يا سلام كمان على السلاد رح نحطها هون وتشوفوها متل العادي انا بحب اسكب بها الطريقة حتى تشوفوا الالوين الحلوة وبعد معنا دقيقة رح خلص فيهم اوكي ونجيب بسرعة فائقة يا شايف الكعكب تمر يا سلام على الكعكب تمر بس هيك رح خليكم هيكي اه غيزكم شوي يعني هيكي خليكم هيكي تتمتعوا بالانه شايف 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 يعملوا مش عمي طعمينة لايكم شو حلوين لايكم الكعك كمان تمر بها الطريقة شو حلوة واو هالكعكات بيجان لنروا مصفوفين بها الطريقة يا شايف شادي واخر طلع رح نطل على قبل ما نغسر ايدينا كمان بجي كازانوفا رح نطل كمان على الفرن شوي صغير من سامسونج نشوف شو صار فيه ومننهي كمان حلقتنا كمان لليوم بطريقة كتير حلوة خلا ناخد هالنظرة لايكم لايكم جميل الكعكة تطلعوا كي بلشوا كمان يحمروا بعد بدون هالدقيقة الحلوة بس اذا شفناهن بنشوفهن انه بلشوا يصيروا جميلين شو هالفرن السامسونج يا عمي شو هالفرن السامسونج يا عمي انا كتير بشكركم لقائي معكم بحلقة جديدة بكرة اذا الله راد بانتظار كل المعلومات منكم وتشاركونا دايما على صفحات فيسبوك مطبخوكي باي